مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم ان شاء الله باش نبرتاج معاكم هالطاولة هذية الصغيرة اللي حضرتها العشوية اعملت حاجات اللي عندي في الدار مستحقيت حتى شاي من برا اللي عندي في الكوجينة هو اللي تصرفت فيه وهكا كانت النتيجة هنا اول حاجة باش نعمل الجنواز خديت الرساة متاع مسيك ويزين جربتها قبل و جيت بنينة بالقديم هنا انا استعملت مسيك ويزين راورد نفس الرساة نجب تستعملوها باتر الاكتخيك عادية اللي عندك في الدار هنا خديت هنا البول متاع الربو حتيت فيها مية وخمسين جرام سكر انا طبعت الرساة كيف ما هي جيلوني مية وخمس وخمسين هنا يقلت خمسة جرام مية لا مش مشكلة زدتهم اربعة كعبات اعظم بحرارة الغرفة وهو قال حطسة شي سكر فانينا عندي هذية حتيت شوية سكر فاني كيما قلت لكم اربعة كعبات اعظم وحتيتهم يتركضوا هو كيفيش الرساة متاعو خمسة دقايق يتركضوا بسبعة وثلاثين سخانة ومن بعد خمسة دقايق من غير سخانة معنا يتركضوا كهو كيما قلت لكم نفس الرساة مية وخمسين جرام سكر وصاشي سكر فاني واربع كعبات اعظم عادي انطلعوهم بالباتور حتى لين الحجم امتيحهم يولي فيه ثلاثة هنا باش نزيد فارينة الرساة تمتيعوا بالفارينة وانشيء الزوزو قلت لكم راني مش هول مرة نجربها جيب نينة وخفيفة بالقديب انشيء خير ملي بالفارينة اكاهاو شنو تلب مني خمسة وسبعين جرام فارينة وخمسة وسبعين جرام انشيء ورشة ملح هكا حتيتهم اينا على فسحن هذيكم اول حاجة باش نوز لخطر هو يوزن يعمل ميزين زادة وزيد خلطهم مع بعضهم نحن كما قلت لكم وزنت خمسة وسبعين فارينة وخمسة وسبعين انشيء ورشة ملح وخلطهم مع بعضهم وزدهم لك الخليط متاع السكر والعظم انتي لا كان بيدك زيد النوشف سكر انشيء والفارينة وهكا بسباتول من فوق اللوتا ما تهبطش البرك تهبط العظم هكا هاو انا بالربو هذي من با ثلاثة ولا ربعة ثواني وتخلط وكل شيء هني هاو انا قاعد انخلط فاكل فارينة وينشيء كما قلت لكم خلط كل شيء مع بعضه ولا بلدين سيسئوهم باش ماكالعظم اللي يطلع عني هو والسكر ما يتيحش بالسياسة بالسياسة ونجموز يدوم حتى على ثلاثة مراحل اما انا بما انه الفو يمتعو هكاس بسيء هكا عشرين ثانية خلطو هو عشرين ثانية الفيتز ثلاثة. هاو اتعادي تلعشرين من الثانية الهني جب تطبق والفو راني حتيته يسخن على 180 درج حتيته يسخن من اللي بديت نركض في العظم والسكر هكيكا بيش يسخن بالكدير هنا هنا سياء الخليط انتاعي يحضر مش نوريكم القوام بتاع الخليط كيفاش يلزم يكون كي ما تعرفوا قوام الجنواز يلزم كنهز الخليط شفتو كي نعمل شكل ما يتيحش ديريكت هنا هنا يراني مزربة حسوه اللي هو اللي هو يتيح مزربة فالتصويره شفوه اللي هو يتيح ديريكت اما هو اللي يره هم يتيح ديريكت يقعد الشكل اللي عملتو يقعد هكا شوية الفوق شفتو هكا هكا يلزم يكون القوام متاع اي جنواز نعملوها هنا اخذيت هنا البلاتو حتيت فيها بابي كويسان يلزم بابي كويسان كي نعمل خطف نعمل رولي هنا يلزم البابي كويسان باش يتنحن بعض بسهولة ولهنه هاوكا قاعدة نوزع في الخليط الكل بنفس التاريق هكا قاعدة نميلينا في طبق كل مرة من جيها ومن بعض استويتو حتري نرجع معانيها ولا مستوي بلق دي يلزم نستويه بلق دي باش من بعض كي رولي هنا لقاتو مدينيش جيها عالية وجيها واتية هنا هاوكا زيت كاملت ستويتو كي ما قطلكم الفور على مية وثمانين درجة حتيتو مدد عشرة دقايق هاكا هاو تاب هنا اي جنواز متاعي تابت كيف ما قاعدين نشوف هاوكا قاد ما نقول لكم جيت خفيفة وشوية هنا ارشيد شوية سكر محاوة فوق الغاتو وفوق الجنواز هاكا هاو ومن بعض تشوفوني كيفش باش نقلبها خليت بابي كويسان اخرى هاوكا بابي كويسان حتيتها عالوجه متاع القاتو وهزيت تتبق ونحي تتبق وخليت معانيها خليت كعبة الجنواز مبين زوز بابي كويسان لهني باش ننحي الورقة الوتانية هذيك اللي طيبت عليها القاتو بسياسة هاو فنحيتها بشوية وهو سخون هاكيكا وديريكا تخد كيفش نخليه يبرد راهو وما هوش باش مش باش شيت ثناء باش يتكسر لهني ازيت راشيت شوية سكر محاور ولهني باش نثني هاكا نبدأ بشوية ونثني حتى لي نوصل للاخر كيف ما قاعدين تشوفو وباش نخليها تبرد لفيتها بالبهي وخليتها تبرد على روحها ومشيت نحضر في حاجة اخرى باش نعمل خبزة محشية خذيت 300 جرام فارينة زيت هيك مغارفة صغيرة سنلح ساشي سكر مش سكر خميرة خبز لهني زيت مغارفة صغيرة سكر مع الخميرة وحاتيت شوية زيتونة مقدار 3 مغارفة كيكة زيتونة بثثت اكل فارينة بزيتونة لهني انا الكعبة عظمة نحيت لس فرمت على العظمة باش نبعد باش ندهم بيها الخبزة من فوق وكل بيض حتيته باش ما يضطيش ولهني عندي مادة في لميت بيه الخليط ودوب معجنتها شوية كها وراه معجنت هش برشة وكا قاعد نزيد في الماء بشوية 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 حتى لي نتلمت معايا كيما قلت لكم معجنت همودة 3 دقائق هكيكة ما اكثرش لهني هاوكا غتيتها بعد معجنتها غتيتها وخليتها خمرت لهني هاوكا نحيت لهوية اللي فيها وقسمتها على الزوس وبش نبدأ نعمل في الخبزة لولانية نعملها اكبر شوية من الفوقانية معنية بش نحلها لولة اكبر شوية هذي الثانية هاوكا خليتها علي جيها وبش نبدأ نحل في العجينة اللي كبيرة شوية مقارنة بالثانية هني اخذيت القلقالة هاوكا حليتها ما نعملوهيش خشينا برشا باشن بعض ما يجينيش هاكا امورسو امورسو الخبزة يكون هاكا خشي نزودوه خسنا خسنا البيتزا هاكيكا كي تبدأ البيتزا جوايدة هني اخذيت تباقى متاع التارت هاكا اه رشيت شوية فعلينا باش نضحم بعض بسهولة انقابت العجينة بالفرشيتا كيما شفتو نخلي لجنيب هاب تي ونعملوه جوستو الدورة متاع القالب بالنسبة للشكل متاع القالب بتعملو اللي تحبو عليه نهني انا حاتيت شوية هريسة نجمو نحط السوس اللي نحبو عليها نحطو خليت كعبة بطا تقليدها وحاتيتها وهذي عندي خليطه متاع الحمى فروم وفلفل حلو وجبن مرحي اعملته معاكم مقبل كانت تتفكروا اعملت السالي ولهني عندي شوية طن كيفية فقعد عب تضي حاتيت فيها اللي قعد اللي ما عندي في فرجدير شوية طن كملت حاتيتو ولهني قاسيت شوية جبن وزيت حاتيتو حاتيتها هي على جيها بنسبة للحشو تبيع النجمو نعملو الحشو اللي نحبو علي نجمو حتى نصوت فيو الخضراء ونحطوه لهني هاوكا حاليت العجينة الثانية وباش نغتيبها العجينة اللولة هاوكا خرجت شوية الهواء اللي فيها هذي فص الأصفر العظم اللي نحيته قبيلة حاتيت فيه شوية خل باش مجيني شريحتها زفرة ولهني هزيت العجينة الفقانية ودهنت حاتيت شوية عظم باش لسقت معايا بالجدي العجينة اللحمو في بعضها ولهني نحيتك الزيد بسكينة وبتبعه كيف كيف حاتيت الفور يصخن حاتيتو على 180 درجة نخليها تتفع قلها لهني يتأكد اللي الجنيب معناها ملحومين باش ما يخرج شكل حاشوي زي ما باش تجينا به هي مرتوبة ودهنت الوجهة بتاع الخبزة الخبزة المحشية بالعظم لصفر وبصفر العظم مع شوية خل ولهني رشيت شوية سينوج هيدا اللي الزينة ويقعد اختياري حاتيتك الخبزة تيب هني العشية بردت الجنواز بلق دي لق مش العشية هني الجنواز بردت حكيت ساعتين هكيكة ونحيتها من الهني زيت لفيتها في قبيلة في في بابيه كويسان اخر على خاطر شفتو بارتي هذيكة قاعدت لي ليسقه في التاولة ونسهيت عليها ليسقه هيكة تفترشت شوية ما مش مشكل مبعد دي جال بارتي هذيكة بش تجي من اللوط انا ما عندي حات شاي لعندي الكخيم لحات شاي عندي معجون حاتيت عندي معجون فريز حاتيت كمية بيه متاع معجون فريز عندي لهنين شوية لوزم داشش زد حاتيتو هكا هاو بنسبال كمية المعجون ولا الفيكية ولا الغلة اللي تحبو تحطوها ولا الكخيمة اللي تحبو تعملو حاسب الضوق ولهني هاوكا لفيت رجعت لفيت الجنواز وعوت لفيتها بابيه كويسان وحاتيتها تبرد في الفريجيدير خاطر انا ما حشيش بيها وقتا معني حاشي بيها العشية هنا العشية هكا الخبزة المحشية حاضرت لهنية مقاعد اللي كان بش انقصها كيف ما قاعدين تشوفو هكا جيت النتيجة وبالنسبة لهذه خبزة المحشية كيفاش تجي من داخل والجنواز والغوليب المعجون يعني ما عمد له حات شاي حاته من فوق خليته هكا كم وقبيلة رشيت عليها سكر محاورها هكا جيت ابيض هكا جيت من داخل جوز قسيت شوية لجنيب منه ومنه اكا هاو وحاتيتو فسحن غاديكا لاني هاو بش انقص معاكم مقصوم الحق جي بنين وخفيف على اللي خنا نصحكم جربوه للقوتي متاع العشية ولا لفطور الصباح حاجة بنينة وفي نفس الوقت متتكلفش لهني عندي غلا ذي في الكونجيلاتور حاتتها زيتها شوية ماء ورحيتها اكا هاو جيني عسير هكا جينت النتيجة متاع العسير ربطو كحضرت اللي عندي في الدار اللي عندي في الفرجدير جبتو وعملت بي هكا قعيدة العشية هذي العسير رحيتو حاتيت عندي شوية فزق وشوي فزق ملح وعندي شوية فاكي مخلطة ذي كمتاع رمضان اللي خلطتها معاكم في رمضان وما شاء الله قد مستعملتها في رمضان وعملت بيها لحلو وبيقي هاوكا ما شاء الله مزلت شدتني هاوكا حتيت شوية ذي خطرة حلوة مش نعمل كيستي عملت الكريب هذي الكريبك عملتها قبل بنهار دي جابة اخر فيديو هببتو متاع الكريب شوفوا هذي من قيمة غدوة وقاعدة تريا بلق دي هاوكا لهني اكا قابت الكريب اللي قاعدو هكي كاث فنيتهم على ربعة وحتيتهم فسحا وفي الوسط غاديكا حتي ما عنديش مش نعملهم حلوين معنا هين عملتوا معاكم المالحين ولهني اعملتهم حلوين عندي العسل ما عندي شوكولاتة حتيت شوية عسل هاوكا ليحبي يعمل كريب بالعسل هني حتيت الكسين سبي ديريكت جو في الكسين احنا اربعة من ناقص هاكا كل واحد الكيس العسير متاعو جي بنين العسير ومزلتو السكر وهو جي حلو ممتاز ولهني بش نحضر التاي عندي البريد هدية انا كي نبدأ هكا نحب نحضر كل شيشنا نعم ناخذ البريد نحط فيه سكر سكر حسب الضوق حتيت جزم غرف تاي جزم غرف حشيشة والنعنيع ما عنديش نعنيع اخضر عندي نعنيع شايح وليد حتيت النعنيع شايح هكا نحضر البريد على بكري ومبعد اخر وقت كي نبدأ بش نحط طاولة نسخن الماء نغلي الماء ونصب فيها عليها الماء هذيك الماء يغلي يقعد كدرجين يكون تاي ممتاز يجي خفيف وفتح وبنين نبارش هذا بالنسبة للتاي اللي اخضر كيفيش نعمل كها وهكا القاعدة متاعي كانت حاضرة هذي الرولي اللي عملتو بمعجون الفريز حق ننصحكم جربوه هذي الخبز المحشيه ديجا عملتها معاكم مقبل الكريب تلقاوه في الفيديو اللي قابل وطنزي نحطي لكم في صندوق الوصف هذيكا شوية غلة هذيكا التاي ناقص كين على الماء سخون وكسين الجو هكي كابيردين ولله الحمد عملنا هكا عشوية ذحكا قاعدة على محليها وهكا وصلت معاكم الاخر الفيديو وبرتجيت معاكم كيفيش عملت هكا عشوية هكا تاولة صغيرة بالموجود عندي في الده شاء لا تكون عجبتكم شاء لا تكون حصت لإضافة وطوما قاعد لي كان وقلكم شاء لا نقعكم على خير من هنا للفيديو الجي وبسلي ما